برحب بحضراتكم مرة تانية وخلونا نبدأ بقى مع أخبار النادي الأهلي وأقول لحضراتكم أن كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة قال أن سوداسي الأهلي اللي شاركه في معسكر المنتخب لمباراة جزر القمر في تصفيات طبعا كاس الأم الأفريقية هينتظموا في التدريبات الجماعية الفريق بكرة يوم الأربع إن شاء الله وأوضح كمان مدير الكرة بالنادي أن بيتسو موسيماني المدير الفني حدد برنامج استشفائي للسوداسي العائد من المنتخب الوطني هيتم تنفيذه إن شاء الله بداية من بكرة الصبح قبل السفر للسودان وزي ما حضراتكم عارفين يمكن الست لعبين اللي منادي الأهلي اللي كانوا موجودين مع المنتخب هم محمد الشناوي ياسر إبراهيم محمد هاني عمر السلية محمد مجدي أفشا محمد شريف وبكرة إن شاء الله خلاص هيسافر الفريق علشان استعدادا لمواجهة المريخ اللي هتكون يوم السبت طبعا إن شاء الله بإذن الله مباراة مهمة ومباراة منتظرة نرجع من تاني نفتح ملف بطولة أفريقيا ومطش المريخ طبعا في منتهى الأهمية وبشكل بنسبة كبيرة يحسم تأهل نادي الأهلي فيما يتعلق بالمنتخب الأولمبي يمكن صلاح محسن ومصطفى شوبير السنائي اللي كان منضم طبعا معسكر المنتخب الأولمبي مع كابتن شوقي غريب انتظموا كمان في تمرينة الأهلي النهاردة الصبح شوبير شارك في تمرين حراس المرمى وتدريبات الجامعية التقسيمة اللي اتعاملت وصلاح محسن اكتفى بس بجانب من التدريبات الاستشفائية والجاري حوالين الملعب كابتن سيد بالمناسبة من ناحيته الحقيقة يمكن أكد أنه الثلاثي أكرم وطاهر وأحمد رمضان بيكا هينتظموا في التدريبات ابتداء من بكرة دول الخمس لعيبة اللي كانوا مع كابتن شوقي غريب في المعسكر وان شاء الله بإذن الله يكونوا جاهزين كلهم لمطش يوم السبت كمان ديانج لعب وسط الفريق انتظم في التدريبات الجامعية ووصل النهاردة الصبح بدري للقاهرة بعد طبعا ما خلص مشاركته في معسكر المنتخب المالي خلال الفترة اللي فاتت وشارك عادي جدا بشكل طبيعي في التدريبات البدنية والجامعية الفريق بعد ما أدى جلسة تدريبات استشفائية قبل انطلاق التمرين طبعا منتخب مالي حضراتكم عارفين هو نجح في أنه يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون والسودان مبروك للسودان السودان بعد رياب طويل جدا حقيقة بيتأهل على حساب كمان مين أساب جنوب إفريقيا فمبروك طبعا لأشقاءنا في السودان فيما يتعلق بملف الإصابات طبعا يعني طب منكم الأول على السولية الحمد لله ان شاء الله بإذن الله يكون جاهز في مباراة المريخ اللي هيغيبه بشكل مؤكد حمدي فتحي حمدي النهاردة جبس إيده ومنتظر أنه في خلال عشر سابيع يكون يرجع للتدريبات مرة تانية علي معلول مازال طبعا مازالت الإصابة بتاعته محمد محمود كريم ندفد ومحمود متولي التلاتة دول حقيقة بينفزوا برامج التأهيل المحددة لكل واحد فيهم عشان يكونوا ان شاء الله جاهزين للفترة اللي جاية التلاتة كمان أدوا جانب من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش الميران الجماعي اللي قام بيه الفريق النهاردة كمان حمدي فتحي لعب الأهلي أجرى جراحة نجحة في الساعد الآيسر بعد ما اتعرض لكسر خلال مباراة المنتخب الوطني وكينيا بالتصفيات الأفريقية وطبعا يمكن خضع لجراحة نجحة استلزم التركيب بشرايح ومصامير بالإضافة لمصمار نخاعي لعلاج الكسر سريعا واللعب هيحتاج كده لعشر أسابيع علشان يعود للتدريبات الجماعية طبعا بنتمنى له ألف سلام وأنه ربنا يتم شفاقه على خير طبعا يعني بدلك لأنه حمدي كل ما يوصل توب فورم يتعرض لإصابة تضطر أنه يبعد لفترة طويلة لكن إن شاء الله زي ما رجع بسرعة المرة اللي فاتت يقدر يرجع بسرعة المرة دي وإن شاء الله بإذن الله يبقى فيه أحسن حالة